خلينا نتكلم عن الغيابات والإصابات تمام في الأهل والزمالك هتبقى عاملة إزاي؟ بالنسبة للزمالك طبعا لو قلنا إنه ممكن غياب دونجا أو مصطفى شلبي أنا شايف إنه ممكن عوض دونجا طبعا مع فرق خبرات ممكن محمد شحاتة يلعب في المكان ده كويس طبعا إحنا عارفين عمر جابر راجع يلعب ناحية الليمين فطبيعي محمد شحاتة هيبقى تالت اللاعبين في نص الملعب ممكن الزمالك ما يعانيش كتير في حتة نص الملعب في الغياب دونجا لعيب خبره ولعيب كويس في المكان ده بالنسبة للأهل طبعا هيبقى واجهة مشكلة كبيرة الأهل عنده أكرم توفيق أصلا لعيب نص الملعب لعيب بلعب ستة وأحيان كموك لعب تمانية آه لعب بك يمين كتير ولكن هو مش مركزه وأنا شايف إنه كولر بيروها نعلم ووراة اللي جاية كولر هيلعب بالنسبة التسعين في المية بأكرم توفيق ناحية الليمين ما بيسنتش يعني ما بينزلش يعمل حتة دفاعياء بشكل كويس فطبيعة تبقى فيه خطورة كبيرة جدا على أكرم توفيق في الحتة الليمين لكن أكرم دفاعياء قوي جدا ولكن هجوميا محتاج أن هو يعني برسي تاوي يؤدي المطلوب منه بشكل كويس عشان يقدر أكرم يلعب الحتة دي بشكل أفضل ده بالنسبة للأهلي هي دي الفجوة البسيطة اللي ممكن الأهلي وجه فيها مشاكل هي نحية أكرم توفيق لكن الأهلي طبعا سكواد محترم الأهلي ما بعتقدش حتى لو عنده غيابات عنده اللعبة برضو تقدر تشيل في المركز ده نحن على موعد نحن نشوف مباراة كاراوين مباراة كويسة جدا ولكن الأهلي عنده مشكلة ظهرت مؤخرا فيه آخر كم مباراة كده من الدقاء إلى 65 يبتلي الكيرف بتاع اللي أكرم الدنيات الأهلي ينزل بنيبتلي نشوف الرتم بتاع الأهلي ما بيبقاش هو نفس الرتم اللي يبتلي به أو بيكامل بمباراة في آخر عشر ماتشات ليه هي القصة في حتة البدنية طبعا إحنا في بداية موسم فطبيعي الفرق مش جاهزة الحتة البدنية والحتة الفنية واليقص الزهنية مش حضرة بشكل كويس ولكن كافة الزمالك في حتة البدنية إحنا شفناها شفناها في ماتشاط أفريقيا بيلعب في ساعات فيها رطوبة كاتعالية في الزهاب مع البوليس الكيني شفنا الزمالك عملها في ماتش السوبر لما كان متأخر بعدها في أم الأهلي وقدر أنه يحافظ على أو ينظم الحتة البدنية طوال الشهود التاني يعني الزمالك كان ضاغط وهو اللي كان الأهلي كان بيحاول يحافظ على الهدف حتى الزمالك بعد التعادل الزمالك كان بيحاول أنه يجيب التاني فالفرق البسيط اللي ممكن نحسه في إمبارات القمة هو الفرق بدني إحنا في بداية موسم فممكن البدني يبقى كافة الزمالك أرجح ولكن مش في النتيجة أنا بتكلم بدنيا أنت لحد الوقت مش قادر تقول مين اللي ممكن يحصد اللقب